أكد سامح شكري وزير الخارجية على ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدسة ولمقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وخلال استقبالي لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة الفريق جبريل الرجوب حضر شكري من مغبة مثل تلك الإجراءات أو الممارسات على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كما عاد أيضا شكري تأكيد على أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين يقود من فرص التوصل إلى حل الدولتين من جانبه أعرب الرجوب عن التقدير لدور مصر الدعم لقضية الفلسطينية ومساعيها المقدرة لتحقيق المصالحة الوطنية ومساندة الشعب الفلسطيني